أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ودعن منهم يا رب العالمين فضلك وجودك يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم بلغ رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين ونسألك يا مولانا من فضلك العظيم وفيضك العميم ورحمتك الواسعة تعلمنا علما نصير به كاملين اللهم شفع فينا سيد المرسلين اللهم اكتبنا في الذاكرين ولا تكتبنا في الغافرين متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم اللهم أحينا في نور القرآن واجعل عيشنا بنور القرآن وجنبنا الزلل والخطأ والجدال يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفاف والغنى اشف اللهم مرضانا وعاف مبتلانا وأعطي كل سائل سؤله ما تحب وترضى يا مولانا لك نعم المولى وأنت نعم النصير آمين 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 صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعده فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده نواصل درسنا في أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك للإمام أبي عبد الله بن هجام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله بن هجام الأنصاري المصري متوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة من هجرة من له العز والشرف ومعه كتاب عدة السالك إلى أوضح المسالك إلى تحقيق أوضح المسالك وهو لشيخنا محمد محدين عبد الحميد إبراهيم رحم الله الجميع وردي الله عن الجميع وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا هوان آمين قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب التنازع في العمل ووصلنا إلى قول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصل طبعا شيخنا يقول إن التنازع يتقدم فعلان أو ما يكون في مقام الفعلين وكل منهما يطلب المعمول المتأخر وقد يكون هناك أكثر من فعلين ولذلك قال وقد تتنازع ثلاثة وقد يكون المتنازع فيه متعددا وأتينا بالحديث ثم قال وقد علما مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره ووصلنا إلى قول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به هذا لا تنازع فيه لأن هيهات الثانية توكيد للأولى وهذا ما سنقوله الآن من كلام شيخنا رحمه الله أكرأ كده اللغة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين اللغة هيهات اسم فعل ماض معناه بعدا هيهات يعني بعد ولذلك هذا اللفظ يذكر على ألسنة العوام بنفس المعنى يعني واحد يقول أنا سأقرأ كذا وسأصل لفلان وأفعل كذا وأفعل كذا وأحصل على درجة كذا فواحد يقول هيهات ما معنى هيهات يعني بعد هذا الكلام وبعد هذا وكأنه يقول له إنه بعيد عنك كل ما تقول إذن هيهات بمعنى إيه بعد اسم فعل ماضي لأن اسم الفعل يكون على أزمنة الأفعال هناك اسم فعل يكون ماضيا واسم فعل يكون مضارعا واسم فعل يكون أمرا فكما أن الفعل له ثلاثة أقسام كذلك اسم الفعل أيضا على ثلاثة أقسام نعم العقيق والعقيق اسم مودع بعينه نعم والخل بكسر الخاء بمعنى الخليل آه الخل هو الخليل الخل والخليل والجمع خلان وهكذا ونظيره الإلف والأليف يعني خل إلف خليل أليف والمعاني واحدة مع الاختلاف الألفاظ والخدن والخدن والخدين والخدن والخدين والحب والحبيب نعم الشبه والشبيه والمثل والمثيل والود والوديد هذا كله جمعه شيخنا موحيدين عبد الحميد حتى تعلم أن ما كان على وزن فعل موجود منه من الألفاظ الكثير يعني خل وإلف وخدن وحب وشبه ومثل وود وكل هذا بمعنى واحد هاتي الشاهد الشاهد فيه قوله هيهات هيهات العقيق فقد قدم في هذه العبارة عاملان وهما اسما فعلين وتأخر عنهما معمول واحد وهو قوله العقيق ومع أن كل واحد من العاملين المتقدمين صالح للعمل في المعمول المتأخر فإن العمل للأول منهما وليس للثان عمل فيه وذلك لأن من شرط التنازع أن يكون المعمول المتأخر مطلوبا لكل واحد من العاملين المتقدمين من جهة المعنى وكما قلنا إن المعنى هو الأصل الإعراب الإعراب فرع المعنى وهذه صارت قاعدة الإعراب إيه فرع المعنى فيشترط أن يكون العامل الثاني يطلو المعمول وله فيه معنى والعامل الأول يطلو المعمول له فيه معنى لكن هنا المعنى واحد في هيهات هيهات إذن الثاني توكيد للأول وليس وليس هناك ما نحن فيه من وجود عاملين هو عامل واحد ولكنه مؤكد بالعامل الثاني ولذلك نرى في كل الأمثلة التي جاءت من قبل نرى فيها أن العامل الأول يختلف عن العامل الثاني في معناه ولكن كل منهما يطلب المعمول الذي معنا المتأخر لكن هنا العامل الثاني هو العامل الأول هذا ليس مباب التنازع أما هذا مباب التوكيد واضح نعم وأنت إذا تأملت في هذه العبارة وجدت أن المعمول المتأخر وهو قوله العقيق مطلوبا من حيث المعنى للعامل الأول من العاملين المتقدمين وأن العامل الثاني لم يؤتى به في الكلام إلا لمجرد التقوية لمعنى العامل الأول وتوكيده فكأنه قد قال بعد العقيق بعدا لا مزيد عليه هيهات هيهات العقيق إذن أراد أن يبعد هذا المكان المسمى بالعقيق بعدا لا نهاية له نعم سيد وبيان وبيان ذلك أنك إذا قلت قام زيد دل ذلك الكلام على حدوث القيام من زيد في الزمن الماضي ثم تارة تريد أن تؤكد حدوث القيام فقط فتقول قام قام زيد إذن قام الثانية توكيد لإيه لقام الأولى لأن التوكيد كما يجري في الأسماء يجري في الأفعال نعم ردا على من تردد أو أنكر القيام وتارة تريد أن تؤكد كون القيام المعلوم واقعا من زيد فتقول قام زيد زيد نعم ردا على من تردد أو أنكر نسبة المعترف بحصوله وهو القيام إلى زيد نعم يعني أنت تقول قام زيد ربما توهم السامع أن القيام حصل ولكن ربما لا يكون لزيد إذن الشك في الفاعل ولهذا يقول قام زيد زيد إذن هو يؤكد على الفاعل لأن الفعل معروف لكن الفاعل هو الذي فيه شك فالمتكلم يؤكد عليه بتكرار الفاعل مرة ثانية قام زيد زيد نعم وتارة تريد أن تؤكد حدوث القيام في الزمن الماضي من زيد وهو مضمون الجملة فتقول قام زيد قام زيد رد 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 على من أنكر أو ترد في هذا المدمون وظاهر لك من هذا الكلام أنك حين قلت قام قام زيد لم تأتي بقام الثاني لتست لتس نده إلى زيد المذكور في الكلام ولا إلى ضمير مستطر يعود إليه وإلا كان الكلام من المهيع المهيع يعني الطريق الشيخ هو يكتب يعني جاءت اللوظة في رأسه فوضعه لأن الطريق يسمى الطريق السبيل المهيع إذن المهيع بمعنى الطريق والشبيل وإلا كان الكلام من المهيع الثالث وإنما أتيت به لتؤكد المعنى الذي يدل عليه قام لأنك إنما أرد الرد على مخاطب لك أنكر قيامه أو تردد فيه وها هنا نجد الأمر كذلك فكأن الشاعر استشعر إنكارا من منكر أو تردد من متردد في بعد هذا المكان الذي يقيم فيه أحباؤه فأتى بهيهات الثاني ليؤكد المعنى الذي يدل عليه الأول وهو البعد فافهم هذا والله يرشدك ويتولاك رحمه الله رحمة واسعة يعني يدعو لنا بعد طول الكلام بالرشاد أن يتولان المولى رب العباد نعم يسيطي فأيهات فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات خل بالعقيق نواصله هذا يقوله خلافا خلافا له وللجرجاني وخلافا للفارسي وخلافا له يعني الفارسي وللجرجاني لأن عبدالقاهر كان نحويا قبل أن يكون بلاغي ولهذا في كتب البلاغة يقولون عبدالقاهر الجرجاني النحوي مع أن الكتاب في البلاغة لكن النحو أصل ولا بد أن يكون الرجل الذي يتعلّم البلاغة قد تعلم النحو أولا والشيخ الجرجاني فعل هذا كان عالما في النحو مقدما قبل أن يدخل إلى ميدان البلاغة فلما دخل ميدان البلاغة دخلها من أوسع الأبواب نعم سيد لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول وأما الثاني فلم يؤت به للإسناد بل لمجرد التقوية فلا فاعل له تقوية عن التوكيد ولهذا قال أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي هذا أصله يعني رجل كان راكبا بغلته وأحس بالأعداء من خلفه ومن أمامه ومن يمينه وعن شماله ماذا يفعل أسرع بغلته وقال وقال فأين إلى أين النجاة ببغلتي يعني أنا محاصر وأنا في الجبل هنا من الأعداء حاصره الأعداء من كل اتجاه ثم قال لها أي خاطب البغلة أتاك أتاك إذن أتاك الثانية توكيد للأولى اللاحقون أي الذين سيلحقون بنا ويؤذوننا أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي يعني احبسي النفس لأن البغلة أو الفرس لا يسرع إلا إذا حبس النفس لكن لو أنه أطلق النفس فإنه لا يسرع يحبس النفس وينطلق يقع كده المعنى المعنى الظاهر أن الشاعر قائل هذا البيت كان فارا من قوم فنظر خلفه فوجدهم في أثره أو أنه قد أدركه لصوص وهو سائر في طريق مخوف مخوف فخاطب دابته لتجد في السير أو ليحمله لتجد في السير أو ليحمله على ذلك ليحملها على ذلك هذا إن قرأته بكسر الكاف في أتاكي أتاكي إذا قرأتها بكسر الكاف فالخطاب للبغلة أما إذا قلت أتاك يقصد نفسه على سبيل التجريد يعني جرد من نفسه شخصا وأخذ يخاطبه يقول أتاك أتاك ويقصد نفسه نعم أو خاطب نفسه إن قرأته بفتح الكاف وفي البيت على هذا التفات على ما هو مذهب السكاكي الذي لا يشترط في تحقيق معنى الالتفات تقدم تعبير على خلاف ما فيه الالتفات وذلك لأن مقتد الظاهر أو يح أن يحدث أن يحدث عن نفسه فيقول أتاني أتاني يعني إذا كان يتكلم عن نفسه يقول إيه أتاني إلا أنه جرد من نفسه شخصا وقال أتاك أتاك هذا تجريد أو هذا التفات على مذهب السكاكي رحمه الله نعم نعم ويروى ويروى أتاك أتاك اللاحقون على إضافة الوصف لضمير الخطاب أتاك أتاك اللاحقوك يعني الذين ويرجون أن يلحقوا بك عندك هذا لا لا اللاحقوك أتاك أتاك اللاحقوك على إضافة الوصف الوصف لضمير الخطاب أيها الشاهد الشاهد فيه قوله أتاك أم أتاك اللاحقون فإن هذا التركيب يدل على أنه ليس من باب التنازع بل العامل الثاني قد أتى به لمجرد تقوية العامل الأول وتأكيده فهو من باب تأكيد الفعل بالفعل وبيان ذلك أنه لو كان من باب التنازع لكان مما لابد من أن يعمل أحد العاملين في لفظ المعمول ويعمل الآخر في ضميره فلو أعمل العامل الأول في لفظه لقال أتاك أتوك اللاحقونا أعمل الأول وأضمر في الثاني ضمير يعود على اللاحقون لكن يعني سيكون فيه عود الضمير على متأخر وهذا ليجوز ولذلك وقال أتاك أتاك ولو أعمل الثاني ولو أعمل العامل الثاني في لفظه لقال أتوك أتاك اللاحقونا لكنه لم يقل واحدا من هذين التركيبين فدل على أنه لم يجره على منهج التنازع فيكون قوله هيهات هيهات العقيق جاريا على هذا النحو أيضا يعني جاريا على التأكيد نعم أطلع لكلام الشيخ ولو كان من التنازع لقال أتاك أتوك أو أتوك أتاك وهذا البيت أوله قضى كل ذيدين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها يعني ممطول غريمها معنى الغريمها إلا أنه أتى باسم المفعول مرتين على أن الثاني يعد توكيدا للأول ممطول بمعنى معنى ومعنى يعني ممطول غريمها هذا فاعل لممطول نعم هذه اللغة اللغة ممطول اسم مفعول من قولهم مطل المدين آه مطل المدين يعني الذي عليه الدين مطل يعني لم يوف الدين في وقته ويقال فلان عليه دين ولكنه مماطل يعني لا يعطي الدين في وقته وإذا سألوه يقول أنا ما عندي يعني ما أدفعه لغريم ماذا أفعل الدنيا هكذا والأمور فيها وفيها إذن هذا معنى مطل نعم إذا سوف في قضاء الدين ولم يؤده ومعنى اسم مفعول من قولهم عناه الأمر يعنيه أم يعنيه يعنيه بتضعيف عين الفعل وهي النون إذا شق أم إذا شق عليه وسبب له العناء هذا الشاهد الشاهد فيه قوله وعزة ممطول معنى غريمها فإن ظاهره أنه قد تقدم فيه عاملان أولهما قوله ممطول وثانيهما قوله معنى وتأخر عنهما معمول واحد وهو قوله غريمها وأن كل واحد من هذين العاملين يطلب ذلك المعمول المتأخر على أنه نائب فاعل له ولكن هذا الظاهر غير مرضي عند ابن مالك في كتابه شرح التسهيل لأن من شرط التنازع عنده أن لا يكون المتنازع فيه سببيا مرفوعا بأن لا يكون سببيا أصلا أو يكون سببيا غير مرفوع وأن لو جعلت الكلام من باب التنازع كان المتنازع فيه وهو غريمها سببيا لكون اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير عزة وهو مرفوع لأن هو يعرب نائب فاعل حين إذن والذي دع ابن مالك إلى أن يعتبر ما في هذا البيت ونحوه ليس من باب التنازع هو أنه لو كان من باب التنازع لكان قوله عزة مبتدأ مبتدأ وقوله ممتول خبر خبر ومعنن خبر ثاني ممتول معنى ممتول خبر أول معنن خبر ثاني وهذان الخبران هما العاملان المتنازعان أم متنازعان المتنازعان وقوله غريمها هو المعمول المتنازع فيه وهو مرفوع بأحد العاملين والعامل الآخر والعامل الآخر رافع لضمير الغريم وقد علمت أنه خبر عن المبتدأ الذي هو عزه وإذا كان رافعا لضمير الغريم لا يكون مرتبطا بالمبتدأ فكان يجب أن يبرز الضمير لأن الخبر إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير الذي أصله أن يكون مستطرا فيه على ما هو مذهب البسريين كما تقدم مشروحا في باب المبتدأ والخبر فكان يجب أن يقول وعزة ممطول هو معنى غريمه أو يقول وعزة ممطول معنى هو غريمها يعني هنا سبب من أسباب عدم الضبط في الكلام والشاعر طبعا شاعر عربي فحر من الشعراء الذين كانوا في الحياة التي فيها اللغة على أعلى ما يكون من دراجات الفصاح إن كثير عزة كان في أيام الفصاح والفصيح دائما لا يخطئ فلو أنه أراد التناجع لأتى بالضمير وجاء بالضمير مفصولا وعزة ممطول هو معنى غريمها أو وعزة ممطول معنى هو غريمه إلا أنه لم يفعل هذا دليل على أنه لم يرد هذا التناجع وإنما أراد أن يؤكد المعنى في ممطول بقوله معنى هذا باب التوكيد المعنى بالمعنى نعم ولهذا خرج ابن مالك هذا البيت على عدة تخريجات كل واحد منها يخرجه يخرجه عن باب التنازع الأول الأول أن يكون ممطول خبرا مقدما ومعنى خبرا ثانيا مقدما وغريمه مبتدأ مؤخرا آه يبقى غريمها ممطول معنى وعزة غريمها ممطول معنى يبقى غريمها مبتدأ وهذا المبتدأ يكون مبتدأ ثانيا لأن عزة مبتدأ أول غريمها مبتدأ ثانيا وممطول معنى هذا خبر أول معنى خبر ثاني والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول نعم كما هو الراجح من أن المبتدأ عامل الرفع في الخبر آه أصل المبتدأ يعمل الرفع في الخبر لكن الخبر لا يعمل الرفع في المبتدأ المبتدأ رفع بالابتدأ يعني كون الاسم في المقدمة يرفع لأنه طالما تقدم إذن يأخذ أشرف حركات الإعراب أشرف حركات الإعراب هو الرفع إذا المبتدى يرفع أما الخبر فإنه مرفوع بالمبتدى وعلى هذا فالمبتدى عمل في الخبر أما الخبر فإنه لا يعمل في المبتدى مع أن هناك قولا يعني على غير رأي الجمهور يقول المبتدى والخبر ترافع يعني المبتدى رفع الخبر والخبر رفع المبتدى ويبدو أنه أراح نفسه يعني بدل أن يطول مع الكلام يقول لا لا ترافع وانتهى الأمر لكن هذا ليس كلاما دقيق نعم الثاني أن يكون عزة مبتدأ وممطول خبره عزة مبتدأ وممطول خبره ومعنن حال من غريمها آه يعني غريمها حالة كوده معنى وغريمها نائب فاعل لممطول فلم يتقدم في الكلام عاملان بل المتقدم الطالب للمتأخر عامل واحد هو ممطول أخرجه من حكاية التنازع نعم الثالث أن يكون عزة مبتدأ وممطول خبره ومعنن صفة لممطول وغريمها نائب فاعل لممطول فالمتقدم الطالب لمتأخر أيضا على هذا التوجيه عامل واحد هو ممطول فليس من باب التنازع يا سلام كل هذا كلام لشيخنا ابن مالك ولشيخنا محمد محي الدين تعقيب قال لكن هذا لكن هذا الذي ذهب إليه ابن مالك غير مستقيم نعم أما أولا فلأنه أجاز التنازع في السبابي المنسوب ومن أمثلته قولك زيد ضربت وأكرمت أخاه حكاية السبب يعني أن يكون الضمير الذي فيه أخاه لا يكون هذا الضمير في الفعل لم يكن زيدا ضربت وأكرمته ليكون الضرب والإكرم لزيد وإنما قال زيد ضربت إذا الضرب واقع على من على زيد لكن حينما جاء للإكرم فالإكرم لم يكن لزيد لما كان لأخيه طيب قالوا إذن يعني الضمير يعود على زيد ولكن المفعول ليس هو المبتدى يعني المفعول هو أخاه ليس هو الذي تقدم وجعله مبتدى لأن زيدا في البداية أخاه في النهاية وهذا يختلف عن ذا قالوا إذن هذا الضمير وقع مع من يتصل بالمبتدى فالمبتدى زيد وأخوه يتصل به باعتبار الأخوة فأنا حينما ضربت زيدا عدلت عن هذا المعنى وهو الضرب في أخيه أكرمت أخاه لأن زيدا يستحق الضرب أما أخوه فإنه يستحق للإكرام إذن الضمير لم يعد على أخي زيد وإنما عاد على زيد باعتبار أن أخاه له صلة به وهذه الصلة تسمى السببية نعم وهذا المثال يأتي فيه ما قاله في بيت كثير فتجويز هذا ومنع ذاك من التحكم وأما ثانيا فلأنه يجوز أن يكون غريمها مرفوعا بالعاملين جميعا على ما هو مذهب الفراء الله الفراء راح نفسه وقال يعني العاملان عمل في هذا المعمول ممطول غريمها معنى غريمها يعني كأنه قال ممطول ومعنى غريمها فالعاملان عمل في معمول واحد وينتهي الأمر هذا مذهب الفراء ويجوز أن يكون أحد الوصفين رافعا للغريم والثاني رافعا لضميره كما يقول البصريون ولكنه لم يبرز الضمير لظهور المراد قال لم يبرز الضمير لماذا لأن المعنى ظاهر طالما أن المعنى ظاهر فلا حاجة لإبراز الضمير وتكفير الكلام وفي هذا القدر كفاية نعم وفقنا الله وإياكم نعم بل غريمها مبتدى وممطول ومعنى خبران أو ممطول خبر ومعنى صفة له أو حال من ضميره ولا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب وأكرم أخاه لأن السببية منصوب السبب يعني الضمير الذي في أخاه أضيف إلى الأخ والأخ هنا منصوب على أنه مفعول لأكرم زيد ضرب وأكرم هو أي زيد أخاه كل هذا يعني من باب الفقه في هذه اللغة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما للفهم عنه وللفهم به نهو نعم المولى ونعم المصير الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فمن حديثنا في علم النحو إلى حديثنا في علم البلاغة وقد كنا نتكلم فيما سبق في الفصل والوصل وتكلمنا عن الوصل إما لدفع الإيمان الإيهام وإما للتوسط بين الكمالين نفع الإيهام كما في قول سيدنا ببكرنا الصديق لا ويرحمك الله قال لأن الرول قال لا يرحمك الله حينما سأله أن يبيع هذا السبب قال لا يرحمك الله قال هل لا قلت لا ويرحمك الله إذن الوصل هنا لدفع إيهاب يقع في المعنى من الفصل لأنه إذا قل لا ثم أتى بالجملة التي بعده ربما تسلت النفي على الجملة هذا إيهام لتسلت النفي على الجملة هذا هو الموضع الأول موضع الثاني الوصل للتوسط بين الكمالين يعني كمال اتصال وكمال انقطاع فالتوسط بينهما هذا يوجب الوصل كما إذا رأيت الجملة الأولى مع الثانية يتفقان في القبرية والإنشائية إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم هذه جملة خبرية طالما أن الجملة خبرية وليس هناك ما يمنع الوصل إذن يجب الوصل نعم يسيط بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني أن يتفق كذلك معنى لا لفظا آه أن يتفق في الخبرية أو الإنشائية في جهة المعنى لا من جهة اللفظ يعني يكون اللفظ مختلف إنشاء وخبرا وأما المعنى فهو على الإنشائية أو الخبرية نعم كقوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا نعم عطف عطف قوله وَقُولُوا على قوله وَلَا تَعْبُدُونَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لأنه بمعنى لَا تَعْبُدُوا الآية وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَدَائِمًا إِذْ تَكُونُ عَلَا تَقْدِيرِ فِعْلٍ مَحْزُوفٍ وَهَذَا الْفِعْلُ الْمَحْزُوفِ تَقْدِيرُهُ وَاذْكُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ يعني اذكر هذا لتأخذ العظا أخذنا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل ما هذا المِيْثَاق؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ هذه الجملة بهذا الذي قرأنا به جملة خبرية لأن لا هنا نافية وليست لا ناهية وتعبدون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازب وعلامة رفع سووت النون والوه فاعل إذن معنى هذا أن الكلام هنا خبر لكن معناه إن شاء ما معنى لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يعني اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أو لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إذن النفل في معنى النهل أو النفل في معنى الأمر لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ معناه أُعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أو لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إذن هي خبرية لفظاً إنشائية معنا خبرية لفظاً إنشائية معنا وبالوالدين إحساناً هذا على تقدير فعل أمر محزوف والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحساناً إذا أردنا أن نعطف جملة إنشائية على المعنى أحسنوا بالوالدين إحساناً وبعض العلماء قال طيب يا أخي قدرها على الجملة القبرية تقول وتحسنون بالوالدين إحساناً طيب ما هو تحسنون تقع خبراً في الظاهر ولكنها في المعنى إيه؟ إنشاء يعني التقدير يحتاج إلى تقدير إذن من البداية قل وبالوالدين إحسان يعني أحسنوا بالوالدين إحساناً طيب وعطف على الوالدين وللقرب واليتام والمساكين ثم قال وقولوا إذن وقولوا هذا إن شاء معطوف على ما في البداية وهو لا تعبدون إلا الله إذن عطف الإنشاء لفظاً ومعنى على الخبر لفظاً وهو إنشائي معنى إذا خبري لفظاً إنشائي إيه؟ معنى نعم سيد وأما قوله وبالوالدين إحساناً فتقديره إما وتحسنون بمعنى وأحسنوا وإما وأحسنوا وهذا أبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه طبعاً القرآن يعلمنا بإعجازه أنه يختار اللفظ الأليق بالمقاب لا تعبدون إلا الله أقوى من أعبدوا الله أو لا تعبدوا إلا الله لماذا؟ لأن النفي معناه أن الفعل قد حصل وهو أنهم عبدوا الله عز وجل ولم يعبدوا سواه أما النهي فإنه يدل على أن الفعل سيحدث في المستقبل النهي يدل على أن الفعل إيه؟ سيحدث في المستقبل يعني إذا الفعل لم يحدث ولا ندري أيفعلون أو لا يفعلون لكن لو قلت لا تعبدون إلا الله معناه أنه يخبر عنهم أنهم ما عبدوا أحدا سوى الله عز وجل إذا كأن الأمر قد تم وأخبر عنه الأمر قد تم وإيه؟ وأخبر عنه نعم سي وأما قولوه تعالى في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا فقال الزمخشري فيه فإن قلت على ما عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطف عليه قلت ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر ليس الأمر الذي اعتمد ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب لهم مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف وصف ثواب المؤمنين آه فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول زيد يعاقب بالقيد بالقيد والإرهاق بالقيد والإرهاق وبشر وبشر عمرا بالعف والإطلاق يا سلام يبا زيد يعاقب بالقيد والإرهاق هذه جملة خبرية وبشر عمرا بالعف والإطلاق يبا كأنه يقول وعليك أن تبشر عمرا بالعف والإطلاق إذن الجملة نراها إنشائية لفظا خبرية معنا إنشائية في اللفظ خبريات في الإيه يبا إذن عطف الخبر في المعنى على الخبر في اللفظ والمعنى ولذلك نقول قد يكون التناسب بين الجملتين لفظا ومعنى وقد يكون معنا فقط قد يكون إيه معنا فقط نعم ولك أن تقول وهو معطوف على فاتقوا كما تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحسان إليهم آه يعني أنت تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم هم اذا هذه جملة إنشائية وبشر يا فلان بني أسد بإحسان إليهم نعم هذا كلامه وفيه نظر لا يخف على المتأمل نعم وقال أيضا في قوله تعالى وبشر المؤمنين إنه معطوف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا وفيه أيضا نظر لأن المخاطبين في تؤمنون هم المؤمنون وفي بشر هو النبي عليه السلام ثم قوله تؤمنون بيان لما قبله على سبيل الاستئناف فكيف يصح عطف بشر المؤمنين عليه نعم وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على كل مرادا قبل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا لأن كل لداء جاء في القرآن موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الله يقول له قل لهم يا أيها الناس افعلوا كذا يا أيها الناس حصل كذا وكذا نعم لأن إرادة القول بواسطة سباب الكلام إلى معناه غير عزيزة في القرآن وذكر صورا كثيرة منها قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا وقوله وإذ أخذنا قلوا على تقدير قل لهم قلوا لأنه لما أنزل عليهم المن والسلوى وقفوا متحيرين ماذا يفعلون فقال لهم قلوا يعني هذا من فضل الله إليكم بإذن حينما يقول قلوا هذا على تقدير قول محزور فقال لهم أو فقال الله لنبيهم قل لهم قلوا نعم وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم نعم وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يعني ورد التقدير واذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس نعم واتخذوا أي وقلنا أو قائلين والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفا على مقدر يدل عليه ما قبله وهو في الآية الأولى فأنذر أو نحوه أي فأنذرهم وبشر الذين آمنوا وفي الآية الثانية فأبشر أو نحوه أي فأبشر يا محمد وبشر المؤمنين وهذا كما قدر الزمخشري قوله تعالى وهجرني مليا معطوفا على محذوف يدل عليه قوله لأرجمنك أي فاحذرني وهجرني حينما قال لأرجمنك كأنه قال لو احذرني أنا لأرجمنك وهذا كلام يعني آذر لسيدنا موسى عليه السلام وهو عمه وليس بأبيه وهجرني لأن لأرجمنك تهديد وتقريع آه كما تقول لبسا لولدك لأضربنك يعني احذر فأنت لو فعلت هذا لأضربنك نعم يعني كل هذا يعود على الأصل وهو أن الجملة التي تعطف على الجملة التي قبلها لابد أن تكون مناسبة لها لفظا ومعنا أو معنا فقط ولذلك حينما تنظر ترى أن الكلام له لفظ وحينما تدخل تحت هذا المعنى ترى أن المعنى لفظه ربما يختلف عن معناه والمقصود إنما هو المعنى الذي يريده المولى تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعة أن يباعد بيننا وبين معصيته أسألك مولانا علما نافع وقلبا خاشع ولسانا صادقا وبدلا على البلاء صابرا وفي الطاعة سائرا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم فهمنا أسرارك وألبسنا ملابس أنوارك خز بأيدينا إليك في كل الأمور نكا مولانا كريم وهاب وعلمنا علما نصير به كاملين وأصلح به حالنا في الدنيا ويوم الدين آمين آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر